السلام عليكم الاحباب وكم المشاهدين كي راكم دايرين توحشتكم انا راني لاباس وشوية شوية شوية ما انكد بشعلكم مع هاد الوباء الخوف وسترس والله المستعان المهم اخواتي رانا في دويرتنا كي ما يقول لك رانا في الدار وخايفين كي ما يقول لك ما شي حتى تخرجي برا ولا تحوسي ولا معلى بالي شوين تروحي انا شوفوا الديواني راهم هبني ومصدعني كل اليوم كل يوم كل يوم نفس الموالة يروحوا يروحوا عطلة شوية بدلوراني غير مورا والو 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 منها در معاه يقولي الاجل هو لي يقتل ماشي كورونا منها ذيك ذيك وقالوا لي تلمسان را فيها بالزفر المرضي اخواتي خوفوني يقولولي شين دير معه غادي باش نتهنى منها نقليها عليهم قولهم اروحوا الظهرها فيه كورونا وصعي باش نتهنى مراسي باسك يصدعني بسيف يجوا يجروا يكتفوه يدوه المهم اخواتي رايحة نعطيكم موني تاكي كونهار نعطيكم الحميس على طريقة حانين تعال الحار شوفوا يجي ولا بالاحلام ذوق راهيب انا مرات نقليه مرات نديره في الفطاجين نشوش بصح صدقوني الحميس ناصيحة كتبيرة من عن ضغطكم حانين باش يجيكم ابنين يكون مقليه في الزيت ماشي اللي محمص في الطاجين يجيها هيب والطماطم ثاني تقلوها تقلوها وديروهم فيه ساشي راكم تشوفو ها هما التوم شويته وكاين واحد الزوج تعال القرون حا كنت شويتهم مع الفلفلة اذا درتهم يعني نوعت فيه درت ربعة قرون ولا خمسة شفتوهم مقليين وربعة ولا خمسة ثاني شويتهم فطاجين ودرتهم فيه ساشي كي ما راكم تشوفو معه التوم شويته ومع الفلفل حلو ما بغيتش نوريكم كامل تعرفوا تشوفوه ودرتهم فيه ساشي درت معه التوم شوي والحار تاني اللي مشوي اكي شويت الفلفل حلو شويت معه التوم هنا يا ما بيدراكم يعني رانا في الحجر الصحي وقع ماذا بيكم تحفزوا ولادكم راهم غير قاعدين في الدعمة راهم يديروا غسلوهم يديهم قلهم غسلوا يديكم شوية ما ولو جافل وجيبوهم يعاونوكم في المطبخ منها يتونسوا منها ينحيوا الضيقة منها يتعودوا كيتكبروا يساعدوكم يعاونوكم مشي طفل كيتكبري ما حدا صغير ويكبد قوله مدلي غير كاس ماجه وما يقولك راني عيان ارفض ذيك راني عيان طبعوهم مصغر مصغر يقولك البيبي علامة ربيه والراجل علامة ولفيه حتى راجلك ولفيه طبعيه ولفيه صدقوني خاصة همسة اللي راكم عرايس صغار تاني هنا وريتكم اللي بيامو شطو قطحتها هنا رايحا ندير شوفوا هذا الفلفل حلو سمحولي أنا ولي داتي قلت لكم كانوا يساعدوا فيا غسلوا يديهم وراحوا ومبعد تاني يجوا عنوني يلمدوا قع غاماصي وهذي كالطابلة أنا راني نتعب راني نطيب لهم نخسل لهم نوكلهم نرقدهم نداويهم نعافيهم كي ما يقولك الحمد لله يا ربي النعمة والله الاولاد نعمة الحياة الاولاد والبانات بالصح صدقوني خلوهم يساعدوكم فضاء باش تكبر معاهم الحمد لله يا ربي المهم الفلفل الحلو هنا يا أنا كما شفتوا قشرته درته في صاشي عرق كي شويته مباشرة في الصاشي ولكن ما تديروش ناصحة أخوتيتي ما تديروش في الصاشي اللي راني نشروا فيهم ارميوهم ديريكت مباشرة في المزبالة حيشكم واكرمكم الله شريوا باكي جديدة من عند الحين وترها تدير وقي لها 7000 ولا 8000 وخليوها فضاء اللي ما عندهم ش يعني اللي ما يحبوش لي ساكبو بين هذو كل كبار وديرو فيها تفادوا انكم تديرو فلفل حلو ولا كشماكلة ولا عجينة ولا فصاشيط راني نوصي في اخوتيتي ونصي جامي يقولك العبدي ينسى ينسى هنا قطحت هذ الفلفل حلو رايحة نعطيكم فلفل حلو تعنات على الغرب شوفوا بطريقة جدو لذيذة ونزلت فيه يعني واحد الهكا عبسة صغيرة يجي راهيب المهم رانا قطعنا الفلفل حلو وقطعنا الطماطش والتوم هنا الحميس باش تسهل عليكم عملية الرحي اللي ما عندهاش هذيك القطعة كيما اللي عندي ينا يا راكم شفتوها دي راه في دلالال اللي عندها شوفوا ما شاء الله عملية راو انا هذي راها عندي في قولوا في 12 سنة ولا شوفوا ضربة زوج ولا فارينة درت الحار ودرت معاه حبه طماطش اللي ما يبغوش فيه طماطش بزيف يديرو غين نص حبه زوج فيه صغص توم وخليوا على جهاز ونكمل معاكم التوم سيختم شو يعطيه بنا خطيرة نمرو للفلفل حلو اللي يقول لكم على طريقتي هذا تعنات على الغرب بسح نتومه هنا كيما نقوله في الشرق في الوسط هنا في العاصية ما قصنطين ما تديروش فيها البصل تديرو الحميس عادي توم وفلفل حلو احنا نديرو البصلة الا اللي يديرو له مبارك مع لبالي شانا ولا يديرو بسحنا عارف باللي يعني يديرو غير بالفلفل حلو والتوم هنا عندنا مقلات نديرو فيها الزيت الفلفل حلوي يحب الزيت درت خمس ملاعق ولا ستازي تخليتو مسخنو قطعت البصلة هنا درت غير نص حبب بصل اللي تبغي الضوغ تعال بصل فيه بزيف يجي راهي بخوتاتي ديرو حبب بصل انا درت نصف حبب بصل خليتها الزبال شوية غير دخلها الطياد الزبال مشي تاي صفار غير يضبال ارميو الفلفل حلو تحكم مقطع شوفوا الفلفل حلو تحكم اذا بغيتو هيجي تكتوكات على الفلفل حلو وبنين ما تكتروش فيها الطماطش يعطيها قروصية يعطيها حموضية هنا انا كيما شفتوا قاح هذيك الكميات على الفلفل حلو اللي شتوها درت فيها حبة طماطش كبيرة بصح تكون حمرة تشويها مع الفلفل حلو وتقطعو كل شتوم اذا حبيتو شوي وشوي ما حبيتوش قلو هكذاك درت اربع فصوص توم هنا انا اس جيس كي تتقليو مليح مليح الفلفل حلو وتحكم مع البصلة وطماطش تشوفوا دخلها الطياب يعني صاي طعب ديرو رشة فلفل حلو رشة فلفل اسود والملح بس ذوقوا الملح البنة تعهره في الملح كي يجي سامط ما يجيش بنين كي تشوفوه طعب شوية دخلها الطياب ديرو فيه كاستعله تايمة في تشكشوكات تحكم بصح يكون دافي دافي ولا سخون وخلطو كما شفتوني وخلوه واحد لخمس دقايق نقصو لهالنا وخلوه خمس دقايق وتشوفوه تجي هذيك تشكشوكات تحكم معسلة هذك الفلفل حلو يناسق البنة تعال هذك الماء اللي يديروه الفلفل حلو يتناسق مع المكونات تتجانس ويعطيها تعسيله يجي ما شاء الله بصحة بشرط النار ناقصة انا كاي الناس نعرفهم شتهم يدول الفلفل حلو يطقوا علي هالنا يجي طعب عاصي وما يجيش بنين النار تكون ناقصة يجي بنين ويجي معسل يجي روعة تبعو طارقتي وكتبو ليه في التعليقات دجارة ندرتها لكم قامل ليه في تحت قناتي انمرو للحميس نخليها في هاذا الارحيوه ولا تحبوو ديرو في صحن درت لها ثلاث ملاعق زيت تحبوو ديرو غير زوج ديرو زيت زيتون و الملح ربع ملعقة صغيرة زيت زيتون وشيدير يعطيه بنا جيفه كبنت الزيتون او مهمتم ينحي لها من حدة الحراريه ينقص من الحرارات على الحميس هذا كل ملح وزيت زيتون خلطوا ونقومون الدريسي والصحن كنت حضرتها معكم في تحضيرات رمضان انا هذيك الكمية كملت لي وهذي عاوة تهم جديد كيتخل علينا هذا الوابع رشيت عليهم الفوق رها من اسمه بالفلف العكري فلفل حار والقصبر المهم اذا بغيتوا تزود من اسمه نحطها لكم هنا اللي دخلتوا معايا جديد في صندوق الوصف اللي تعرفوني راكم جربتوها رايح ندير الفطيرة من بعد موجة الحميس خليتها شوية يبرد حاولوا الفطيرة تحكم كيتدروها دخلوا فيها مناسمات لاننا رانا في هذي الوابع وهذي الاعشاب المناسمة تعطيك ذوق وينطون تحميك درت ملعقة صغيرة من سانوج ودرت ملعقة صغيرة من حبت حلاوة في السميد التاعي باش ندير الفطيرة والباقية درت الزيت ديرو ثلاث عبار سميد بنص عبار زيت ومغرفق نصف ملعقة كبيرة سمن السمن نعطالي قليلا ذوق اراهي خليتها تريح ومبعد حليتها وطيبتها سوف نعطيكم المحمر اللي باللوبيا ماشته والحم الحلو والحم شوفوا المحمر اللوبيا ماشته بالحم ما نحكيش لاخواتي شوفوا عنا ملعقة مشي مع مرا فلفل حلو ملعقة مشي مع مرا كمون نصف ملعقة قصبر مرحي فلفل اسود رشة فلفل عكري حار ربع ملعقة كركم عود قرفة زجور قرند كمشا تعتوم يكون حبات دخلوا الاعشاب في الماكلة تحكم بزاف سيخطو البصل والتوم رانا في هاد الوباء يعطيك ماناعة للجسم المهم نضيس ملعقة من تابل اللحم الملح ملعقة صغيرة زنجابي الملح تجعلهم يتقلى مع الحم والبصل لمدة عشر دقائق حتى الاربع ساعة ونقلبه 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 حتى تشوفوا الزيت والمياه مع البصل واحد العشرين دقيقة وانتوا تقليوا السل تتبيله الملح وملح طيب ونقلبه طيب ونقلبه طيب ونقلبه ملح ونقلبه من بعد لا تضيفه وغلقه لنا ونقلبه ونقلبه من الاقسا درجة نقص عليها بزيف بعد 20 دقيقة حتى نصف ساعة طيب و الحمد تحكم طاب زبدة وطلق هذه المرقة تصفي و الحمد تحكم اللوبيا موشته تكونوا خسلتوها مليح مليح بالملح و شوية خل و شلوها مليح و ديروها تقطر لان راه الوابئ و اللي يجير راه يتلمس الخضرة و شلوها مليح مليح و كي تتصفي و الحمد تحكم مرقة لا تصفيوه ديرو هذيك اللوبيا موشته زيدو عليها رشا فلفل اسود للبنة و 4 ملعقة صغيرة تحكمون و خلطو مليح هذيك اللوبيا موشته على السوس و غلقو عليها شوفو النار بصح ناقصة النار ناقصة و طفيو عليها النار ناقصة هذه الاقصر درجة و طفيو عليها تصيبوا اللوبيا موشته تحكم طاب زبدة و فيها المرقة خاطرة و على الفكرة كي زيت ترا كيرمية اللوبيا موشته على المرقة زيت لها نصف ورقة عرند باش تنكه و تعزز لي من نكهة باش نعودو نحييو البنة للبنة موشته نضيف لها نصف ورقة عرند رشا فلفل اسود ولا لكم نصف ملعقة صغيرة ولا ربع ملعقة صغيرة و نغلقو عليها كي ما قلت لكم عشر دقائق وهي النار ناقصة جدا من بعد نبداو نحطو في الوبياوم كي ما راكم تشوفو و ندريسي واللحم شوفو تاكلو صبعتيكم موراها و البطاطا قليتها دوائر شوية خشينة كي ما شفتوني قليتها شوية خشينة باش كي تهزيها كالمرة تجي مع البطاطا مقلية تكون خشينة شوية مجيش مصلعة شوفو صحان هذا ما شو نقولكم ما شاء الله لحسو المقولة الشهيرة عن تحانة و درت شوية صلاطة كي ما راكم تشوفو عادية درت شوية روز غليته درت شوية فرماج شوية زيتور مقطع و شوية طن و ملح و شوية خل و شوية قار صغيرة صغيرة و الزيت تعل البطاطا على طن و درتها قاع ما درتش الزيت و خلط مليح مليح و درت فيها ذوك القوالب صدقوني شوفو الفلفل الحلو ما تديروش الخضر هذا اللي جاي حمر و جاي أورنج و جاي حمر و في شوية خضورية راه على راسوه في الأسواق شيريو هذا النوعية شوفو ستحكم جميع اللي يأكله عندكم يطلب بالوصفة يم يم منا خطاة المهم حبيبتي و قاع المشاهدين الكيرام ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذو الروتين و تديرو لاختكم اللايك على بالي يعجبكم تبغول بنا عند حانين كيما خدمت اخواتتي ما تنسوناش باللايك اللي حبت برطاجي ربي يحفظها و ترقبوا جديد و ان شاء الله كل يوم اذا قدرنا يا ربي نحط لكم الروتيناتي فيها وصفات و تدابير و مهمة و مشي غير طبخة فيها تدابير باذن الله ترقبوا الجديد مع السلامة في امني لا نحبكم جربوهم و دعووا لي و نبغيكم تكتبوا لي في التعليقات سلام